هناك فرق بين إدارة الأزمة وصناعة الأزمة ما حدث في وزارة الزراعة هو صناعة للأزمة وعدم القدرة على إدارة الأزمة التي هي صنعتها يعني بموضوع الحمى القلعية لو ردت وزارة الزراعة من أول يوم على مربي الأبقار أن المطعوم الجديد فيه مشكلة وأخذت كلامهم على محمل الجد بمسؤولية كان ما وصلنا لهون يعني جلالة الملك من سنين وهو بوجه الحكومة على أن الأردن تكون مركز إقليمي للأمن الغذائي وقطاع الأبقار في الأردن كان ممكن يكون أساس في التوجيهات الملكية لأنه عندنا اكتفاء في هذا المنتج وكان من المفروض أنه ينبنى عليه بأنه نكون مركز إقليمي إلا أن الخسارة الكبيرة في القطاع خلت من هذا الموضوع أمر مستحيل ويجب الآن إحصاء مدى الخسارة والسبب صناعة الأزمة من وزارة الزراعة وعدم القدرة على إدارة الأزمة الآن وزارة الزراعة قالت أنه في لجنة دولية للتحقيق بمجرة تم تشكيلها في قطاع الأبقار والصحيح أنا مش عارف لوش اللجنة الدولية موضوع هذا يقع تحت بندين وأنا بتحدى وزارة الزراعة أتجيب عليهم الأول يتعلق بتغيير عطرتين بالمطعوم يعني مكونين أساسيين في المطعوم والثاني إدخال عجول وأبقار مصابة من دول تعتبر موبوعة يا وزارة الزراعة مين اللي قرر يغير المطعوم وليش ولصالح مين دخلت أبقار مصابة من دول موبوعة وما تم فحصها جاوبوا بشفافية على هذول السؤالين لجنة دولية وأنتوا عارفين ومتأكدين أن المشكلة عندكم إحنا الآن بأزمة كبيرة بما يخص هذا القطاع فكونا من اللجان الدولية وتحملوا المسئولية وقولوا مرة واحدة أنه إحنا أخطأنا اليوم في ناس بقولوا أنه فيه نقص في حليب الأغنام رغم أنه الآن فيه أوجي الإنتاج حليب الأغنام وأنا أدعو المهتمين في القطاع لوقفة وطنية وعمل غرفة طوارئ الموضوع يا أخوان ما فيه مزحة ولسه لوزارة الزراعة المشكلة بتهدد المزارعين مربيت ثروة الحيوانية أنه اللي بيحكي ترى ديروا بالكم بحولوا على المحكمة بالله عليكم الراعي لهذا القطاع يهدد أصحاب القطاع هل هذا الكلام منطقي؟ طيب مدام أنه إحنا نتحدث عن قطاع المواشي خلينا نروح على قطاع الأغنام وبدأ أعطيكم هاي القصة ومن خلالها بتقدروا لحالكم تحكموا على الموضوع أنه قطاع الزراعة بخير ولا لا شوفوا علي الأردن يمتلك والحمد لله سلسلة من الأغنام مقبولة جدا لدى دول الخليج والآن روح عند أي مول كبير في أي دولة خليجية على الملحمة عند هذا المول بتلاقي لحم الخروف الأردني هو أغلى لحم معروض وحتى يبقى مربي الأغنام في الأردن لهم باب للتصدير بشكل جيد وأسعار جيدة تشتريها الخليج من عندنا منعوا زراء الزراعة منذ سنوات طويلة منذ سنوات خلط تصدير الإناث من الأغنام وميات الحلال ممنوع يتم تصديرها حتى ما يتم إنشاء سلسلة مشابهة في الدول اللي بتصدر عليها وبالتالي يتم الاستغناء عن السوق الأردني لأنه تم إنشاء سلالات مشابهة هناك طيب معلش يا وزارة الزراعة تجاوبوني كم تم تصدير إناث الحلال من أول ما معالي معالي الوزير الحالي شرفوا قاعدوا على الكرسي يقال أن عشرات الآلاف تم تصديرها من أميات الحلال لسوق الخليج يا جماعة مربي الحلال عنا أو الثروة الحيوانية وركزوا اسمها ثروة حيوانية يعانون الأمرين من اختلاف المناخ وقلة المراعي وكارثة الأعلاف وكانوا بيلاقوا بيع الخراف إلى السوق الخليجي منفذ لتعويض ولو جزء بسيط من خسائرهم وإحنا منيجي ونعطي تصدير عن جنب وطرف لتجار الحلال ما بحكي أنا المربين تجار الحلال لإناث الأغنام ونساهم في إغلاق أسواق الخليج علينا القطاع الزراعي يصبح مشكلة كبيرة لأي دولة إذا لم يتم إحكام إدارته بطريقة مثلة يعني اللي بده يكون على رأس هذا القطاع بده يكون فاهم القطاع بشكل دقيق وبكل تفاصيله وإلا نتائج سوف تكون وخيمة وكارثية تعرفوا القطاع الزراعي أكثر قطاعي يا أخوان هذا القطاع قطاع مركب كيف يعني مركب خليني بس في قطاع الأبقار وكم بشغل هذا القطاع لحاله أيادي عاملة مشان تستعبوا أهمية الزراعة في أي وطن الأبقار بدها أعلاف وفي بين أدمين بزرعوا أعلاف وقبل ذلك بدها بذور لهذه الأعلاف وفي مئات الشركات الأردنية تعمل في هذا المجال والبذور بدها أسمده ومبيدات وفي مئات الشركات بتعمل في الأسمده ومبيدات وهاي البذور بدها شبكات مياه وبس تطلع هاي البذور هناك ألاف من يعملون على حصد المحصول وتشبيكها وتكبيسها وأعدادها لتذهب إلى مزارع الأبقار وبكل مرحلة من اللي ذكرتها في قطاع نقل يعمل وكل هاي القطاعات بتدفع ضريبة وبتعطي رسوم للدولة وبس توصل هاي المحاصيل أو الأعلاف لمزارع الأبقار في مئات العمال يعملون في هذه المزارع وبس تنتج الأبقار الحليب وتذهب منتجاتها من الحليب إلى المصانع هناك مئات بل آلاف الأيدي العاملة تعمل في هذه المصانع تعبئ أو تغليف وغيره وغيره عرفتوا شو يعني قطاع مركب تخيلوا كم عائلة تأثرت بس من قطاع الأبقار لوحده شفتوا حجم الأزمة اللي حطنا فيها وزير الزراعة ووزارته على كل حال حجم التخبيص كثير كبير في وزارة الزراعة ورح آجي على كل تفصيلة بوعدكم وكل قرار تم اتخاذه وبشكل خاطئ أو غير مفهوم أو عن غير دراية لأن الذين على رأس هذا القطاع ما بيعرفوا شو أولهم السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر